أول شغلة في عدة شروط تيكون منتسب لجمعية الصليب الأحمر وخصوصاً قطاع الإصعاف والطوارئ بدي يكون ما يكون عنده انتماء سياسي أو حزبي بدي يكون ذات مستوى تعليمي يسمح له ينخرط بالأكاديمي بالمنهاج التعليمي تبع الإصعاف والطوارئ لأنه نحن عنا تعبير طبية عنا مشاركة بورش عمل عنا محاضرات إلى آخره هون وأكيد يكون عنده الوقت هون جزء من التدريب للشخص يصير جاهز ليصير متطور هون جزء تنقبله تنقبله وانس تأمنت كل هادي الأشياء من خلال 300 400 500 شخص نحن مناخد 25 شخص تنقدر ندربهم بطريقة جيدة وهودي بيكملوا معنا بمرحلة تانية شو نوعية التدريبات بهالمطرة؟ أول شغلة يريد يخضع لدورة دورة اسمها First Aid وهي لكل العالم بيخضوها من بعده بس ينجح بنعمل شيء اسمه First Responder أو المستجيب الأول يلي من خلاله كمان بيخضع لتقريبا شهر شهر ونص من التدريبات النظرية والعملية ومن خلاله من بعده بيروح على شيء اسمه مخيم مخيم نسميه نحن فيزا ليش فيزا؟ لأنه بينتقل من حياته المدنية لحياة الصليب الأحمر وبس يخضع لفيزا عنده بين الستة شهر وتسعة شهر هيدا الشخص بده يخضع لتدريبات مكسفة من بعده يثبت بالصليب الأحمر بقطاع الإصعاف والطوارئ وهون بتبلش مسيرته بالتخصصات أنه يمرق على كل المراحل كمان حتى كل القطاعات مش بس بالإصعاف والطوارئ لا أم بحكي إصعاف والطوارئ بس إصعاف والطوارئ إصعاف والطوارئ هيدا الشخص المتطوع أو المصعف ما فيه كمان يقطع على كل الأقصام أكيد لا لأنه إصعاف والطوارئ بيشتغل شيء إدارة الكوارس بتشتغل شيء بوصلينهم عن بقى صح كلهم عنده اختصاصه والشخص وين بيلاقي حاله بقدمه بيمشي اشتركوا في القناة